هسألك سؤال واضح جدا تحركات الزمالك في فترة الانتقالات تحركات مرضية بالنسبة لك ولا لا طيب خلينا نقول مرضية بالنسبة لك ولا لا حضر حضر هقول لك الله هتقول لي الإجابة وبعك هتتكلم براحتك مرضية بالنسبة لك ولا لا مع هي أصل هي مينفعش أه أو لا مينفعش أه أو لا ينفع إيه بقى نات الزمالك بتحرك فيك ولا تلعيب علي جدا الدورة الترانسفير ده بيتكلم على إيرن بوانزا ومضاو أمن نفسه ورقيا ومستنديا قبله كان كريم البركاوي والصفقة بسط وجمهور حئزن جدا بيتكلم على بنتايك بيتكلم على أسماء كتيرة كويسة بيتكلم النهاردة كان فيه كلام كبير جدا على صفقة اللعيب البولندي اللي بيلعب في نادي الوحدة السعودي أو نادي الأحد الأحد السعودي وبيتكلم كمان مع جناح بيلعب في نادي كان بيلعب في نادي أهل جدة مشكلة نادي الزمالك يا كريم في الصفقات السعودي نقطة واحدة بس نادي الزمالك محتاج ضروري 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 مدير تعقدات هو اللي يطلع يخلص كل الصفقات دي في هدوء وبشوش وبالروحة ويمض اللعيب ويجي باللعيب بقى وقت جمهور يعرف ما يعرفش ودي المشكلة الكبيرة جدا عند نادي الزمالك في الفترة الجاية ولازم يعالجها نادي الزمالك بيتفاوض كمجلس إدارة أحسن تفاوض فأحسن لعيبة دلوقتي بس عندهم ناقص كبير جدا 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 لازم يحلوه لازم يتحل ترجمة نانسي قنقر